عندنا بعد واجب واحد نسوي قصية مو فواية يعني هترك المجال لكم انتم تختارون نهاية ورا المحاضرة توصل لكم ان شاء الله او اليوم يجوز اكثر شي بالليل وعدنا كوز ثاني وابتحان شفاهي لتهيئة للسعي مثل ما سوينا بالفصل اول كما يخص النظام السنوي على واعد ياني لهم نحتاج ان نلتقي مرة ثانية يجوز خارج وقت المحاضرة او الله اعلم اذا اخلصها من وقت في يوم من الايام نحدد المادة اللي هيمتحنون بها من الامتحان النهائي لنفصلين الاول والثاني راضحة شباب قلكوا طلاب بعض يجبون ان نايمين يظهر بعضهم الاخرين عند الان 26 طالب داخل عندي تسع عامل موجودين لحد الان عمد كامل كالمعداد بيقرأ هذا المتحان ما اجل ما من يسل السنة الله اعلم على العموم احنا نبدأ بمحاضرتنا ما اليوم اللي هي تشوفوها مو شباب تعالى دكتور هذا transposition او permutation ciphers احنا بالمحاضرة السابقة اذا تذكرون بدأنا بنوع ثاني من انواع التشفير سمينا transposition وقلنا الترانس بوزشن هو مو يبدل حرف مكان حرف وانما يبدل مواقع الحروف نفسه بدون تغيير الحرف نفسه يعني الجملة الاولى بهذا السلايد اقول in transposition cipher the letters of original message اللي plane text are arranged in a different order to get the cipher يعني plane text rearrange characters عيد تبديل مواقعها وتحصل على ciphertext ليس الا طيب اخذنا بالمحاضرة السابقة النوع الاول او الحالة الاولى اللي كنا ننطبيها مفتاح عبارة عن termitation matrix سوى كان من P الى C او من C الى P اخذنا كم مثال عليها من المحاضرة السابقة اذا تتذكروا اليوم نح ندخل على انواع اخرى من عنوان محاضرتنا اذر transposition cipher اذا تتذكروا اذا تذكروا انواع اخرى من transposition ciphers اليه موضوع محاضرتنا لهذا اليوم اول طريقة وابصل طريقة واسهل طريقة الي ما تخطر على بال واحد اليه message reversal cipher message reversal شلو يعني يعني نقلب الرسالة ليس الا in such procedure the plain text will be written backwards to produce the ciphertext يعني بمعنى مو نقول الاي و الزت من بعض المواقع مثلا نسوي بال substitution امشان عندنا الـ reverse اذا تذكرون الاي مكان الزت لا لا message نفسها من قلوبها مثلا the message is المنصور university college لو كانت المسيج هي المنصور university college شباب كل انواع transposition the space يؤخذ بنظر الاعتبار the space نعتبرها character والحى شباب انا قلت لكم بالمحاضرة السابقة the space نعتبره character فالعن كل اللي احاسوي هي هاي الرسالة المتكونة من ثلاث كلمات المكان ما ابدي بيها من جهة اليمين SR بالانجليزي ابدي بيها من جهة اليمين واكتبها E G E L L O C space y t وهكلا شباب نتبهوا على الملاحظة التي اتفقنا عليها بالمحاضرة السابقة وهي كتابة Cypher Text قابتل لتاك بالواجب الأول إذا أصلح أسا ما أعتبره نقص أعتبره جواب صحيح ماكو مشكلة واضح إذا أصلح بالواجب الأول مالتكم شبهت بعض الطلاب يعني تاتي بيه سمول لتر بما أنه أنا ممنبهكم علي سابقاً فبما لا أعتبره نقص لكن من الأنفة صاعداً الكوز القادم أو الجحان النهائي لا مثل ما التبليغ واضح يصير اتفاق خاف دفتركم يوقع به الدكتور مصعب يعني ليس كل الدفاتر أنا أصليها، ليس كل أسئلة الآن، لماذا كتبناها كابتل لتر بهذه الطريقة؟ كتبناها من جهة اليمين إلى اليسار كابتل لتر ليس إلا شو الكلمة اللي كانت المنصوري، الجملة اللي كانت المنصوري من الوريسي كولوج تحولت إلى شيء غير مفهوم السيفر تيكست اللي باللون الأزرق أمامكم شيء غير مفهوم مطلاقاً ومفتاح كل شيء صير، اللي هو مجرد أنه يكتب بقانون هنا يكون reversing c of e of k ساوي l plus 1 minus k ال-k هو ال-position وال-l هو طول المسج لا هي طول المسج وال-k هو ال-index هنا عنا تغيير ال-index للموقع ال-k يمثل where k is the position of the letter and the plane first ال-k وشينو؟ ال-position of the letter and the plane first أعتقد طريقة سهلة جداً المسجر مجرد تقلبها جملة تقراها من اليسار إلى اليمين تقلبها إلى من اليمين إلى اليسار وتأخذ بنظر الاعتبار كل الـ spaces الموجودة واضحة هاي الطريقة شباب واضحة جفكو اروح إلى الطريقة الثانية الطريقة الثانية عنوانها rail fence rail fence شنو معلتها بالعربي rail سياج سياج ما للسكة الحديد rail سكة الحديد رايل وي ستيشن رايل وي ستيشن رايل وي ستيشن رايل وي ستيشن يعني الاسم جاء من تسبية السياج اللي يخلوه مرات على سكة الحديد يضربوه هذا السيم إذا شايفين السيجة السيجة اللي تمنع المارة على من يدخل لا يدخلون على سكة الحديد وبالتالي يصير قدر فمجرد تسمية اقتراضية مجازية ليس لاحنا معلنا من عدة بسية الطريقة هي عبارة عن زيجزاق زيجزاق بارات يسموه زيجزاق سايفر أو بارات يسموه rail fence زيجزاق سايفر زيجزاق يعني متل ما اسم تسمية مارتها زيجزاق ريال fence cipher is the simplest transposition cipher وأبصط طريقة encryption steps for real fence مثل شن سوي كل ما هنالك plain text is written as a sequence of diagonal zigzag pattern وبعدين to obtain the cipher text the text is read as a sequence of rows row wise writing يعني نشو المثال الجوه تشوفون اكو مثال جوه مثال plain text is meet me tomorrow قابلني يوم غد هنا أنا نخلي عدد الصفوف اللي موجودة بالزيجزاق مثلا اثنين نسوي صفين تشوفوه شلون صفين هاكو صفين بهاي المصفوفة وأبدي اكتب زيجزاق يعني اول حرف M تشوفون الماوس شباب نعم دكتور أول حرف M أخلي هنا ما اكتب هنا على الاستمر لا أنزل لي جوه بعدين رد أصعد فوق بعدين رد أنزل لي جوه بعدين رد أصعد فوق ثاني الفوق هنا space هذا space هذا هنا شنو؟ space بعدين رد أنزل لي جوه بعدين رد أصعد فوق وهكذا ترس المسج مالتي كلها وهنانه يجب أن نحدد ما هي عدد الصفوف عدد الصفوف يغير لك يغير لك من الموضوع كله طيب أكو واحد معرفة شون كتبناها لهذه البلين تيكس دكتور ليش أكو هنا فاصل space غير إن كتبت هنا هذي مكتب هذي نعم دكتور هاي مال space وراء ميت وراء ميت أكو space وهنانها موجودة ميت 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 وراء مكو space هذا هم space شاهدوا هذا من space هذا space هذا space وراء ميت أكو space وراء ميهم أكو space فالspace هنا ناخذه نعتبره حرف مو قلت لكم بالمحاضرة السابقة كل طرف الترانسبوزيشن للspace نعتبره حرف وقلنا هذي قوة للطريقة لأن space ما ناخذه حرف كأنه سيخربطها للجملة أكثر لأن سيغير مكانه وبالتالي الجملة نفسها قد تتفصخ إلى أكثر من الكلمة الوحدة تتفصخ إلى أكثر من كلمة بارحة شباب نعم يعني نص الحروف نص الحروف بسايفر طارت لو نرجع بالعكس واني مروة ما كملت بعدني طريقة هذي تعلمنا نكتب تكسب هاي المصفوفة أكراها لدي سؤال عليها الآن الشور لح نقراها كCypher text لح نقراها Raw wise writing يعني نقراها صف ورا صف بعد ما نباوع على أسم الحمرة نجي نباوع هنانا ش عندي؟ عندي M E T M R O E T M Space O O R W طاضحة شباب؟ الصف الأول هو M E E T M R O الصف الثاني هي E T M هذا مال مال زيكزاق من أخذه هذا يفرق عن هذا هذا في الموضة إذا ترونه هذا مال زيكزاق من أخذه هذا مال زيكزاق من أخذه لكن لكن الفراغ الفراغ هذا الفراغ هذا الفراغ هذا من أخذه R O E T M Space W O R W تلعون هاي الكلمة تماماً كل علاقة مالهوية 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 تكتب الشكل تقراح الشكل سورة من أخذ أكثر من طريقة أكثر من حالة إذا ينطي نين مثال أقل التي لا يظهر لها تستخدم مالهوية لتستخدم التخدمي مالهوية 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 there's no something, N O T H I N G. بعجينه كوز م committing قابل هذا ال Service هنا بعجين إز في هو اس ، بعجيندم أ JO qua لجب ، بعجينه أ Space إذن هذه شي كتبناها، الآن وراء ما كتبناها، لحن نجي نقراها Cypher text, capital letter، وشي حصر عدي؟ أحصر عدي N, T, I, G, I بعدين space هذا بعدين S, بعدين I, بعدين space بعدين E, بعدين M، واضحة بعدين O، بعدين H، بعدين N، بعدين space هذا ال space بعدين S، بعدين A، بعدين space، بعدين T، بعدين S، بعدين E، بعدين S، شباب أعتقد واضحة أي سهل دكتور واضحة كل سهلة ولا حتى الجدول مع الأرقام التي نداخين بها بال substitution هنها ما موجودة مجرد إحنا نكتب zigzag ونأخذ بنظر الاعتبار spaces ونقراها row wise نقراها كصفوف نقراها كصفوف decryption نفس العملية، إذا يطيني Cypher text شلون أرجعي ل plain text أجي أكتبه zigzag يعني إذا السؤال بالعكس، إذا ينطيني Cypher text يقول يرجع لي ل plain text إذا ينطيني Cypher text ويطلب من عدي أن أرجع ل plain text فش أسوي؟ مثلا هذا المثال، مثال اللي هو نفسها هذا هذا لح تجربة، شو اللي حسوي؟ فأجلت أكتبه، أكتبه zigzag يعني أكتبه zigzag مو أكتبه zigzag، مو أكتبه zigzag، سوري أكتبه row wise، أكتبه row wise إذا إحنا قرينا row wise فأكتبه إذا أكتبه row wise، فإذا أول شيء فل بوكسز in zigzag pattern فل in the top mark boxes with the cypher text شلو هل حصير؟ M, K, A هنا space A, T بعدين space بعدين L بعدين W بعدين Y واضح؟ بعدين A بعدين E بعدين H مو أكتبه بس أكتبه بس أكتبها بس أكتبها zigzag يعني شلو عملية معاكسة اللي سويناها بالمثال اللي قبلها والأمثال اللي قبلها إني طيني Cypher text أكتبه row wise بس أكتبها zigzag يعني إحنا قبل شوية سوينا كتبنا zigzag ك plain text وقرنا ك Cypher text row wise هنا بالعكس هنا بالعكس يعني إذا إنتيني Cypher text أكتبك row wise وأخذه من الضل الاعتبار بس ننتبه بس ننتبه ننتبه هنا أنا يعني أترك هذا ليش أتركه لأنني عندي zigzag قبل الثنين صفين ومو أكتب الأم صفها الكي لا أم بعدين فراغ بعدين كي بعدين فراغ بعدين الحرف الوراء شنو الحرف الوراء space بعدين فراغ بعدين A بعدين فراغ بعدين T وار بعدين space من أجل إذا أقرأ أقرأ شنو أقرأ زغزاب فيصير الجملة هي make make m-a-k-e أكتبها small letter بعدين space هست هاي شنو عاد هست make هست سلولي اجعل السرعة ببطء هست يعني سرعة أو التسارع سلولي تباطئ مجموعة مجموعة حروف شون أكتبها 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 صف مجموعة أكتبها raw wise وأبدي منها أبدي من أول سيل مننا أبدي منها وأبدي أكتب وأترك فراغ يعني M بعدين فراغ ليش هذي تركتين فراغ لأنه أنا عندي صف يعني بعدين حنزل space يعني هذي عوض جوه يقوم مقامه السيل الجوه فما يصير أقول M وبعدين بصفها K لأنه تلاحظون الزيجزاج لازم أكون بين سطر و سطر بين عمود و عمود الزيجزاج بي يعني الطفر بين عمود و عمود فهنا نلحقه الأم بعدين K بعدين space بعدين شنو بعدين A بعدين T بعدين space يعني الكلمة اللاطينية هو هو عبارة عن هاي الحروف اللي لا تدون نكتبها هنا هانا هكتبها السعر صفاة هانا شنو هي دكتور ها نقسم الجملة بالنص و نسوي صف وين كل شي ما نقسم بالنص هي جملة نعطين يهم والمشكلة الجملة ما موجودة هنا هسالا هكتبها هنا Cypher Text شنو هي Cypher text هي شنو كانت كانت M A again space again a again t again space again l again w again y m k space a t space l w y maintain a parandine e parandine h parandine e parandine e parandine e parandine s paratine o parandine l aided kelima lintanian gehört ha have aid kelima n 학taneya he Ho aided kelima n statistics ثاني حرف ثاني حرف ثالث حرف هو شنو شنو سبيس هذا واضحة بعدين وراها جي اي بعدين تي بعدين سبيس اللي هو هذا من أجي أقراها أقراها زيغزاغ أقراها زيغزاغ خنشوف لسلايد الورى هذا قبل ما نروح لسلايد الورى المسألة أعقد مثل الكومياء هاني هي على صفة رسالة واضحة قبل أن أذهب إلى أكثر من صفة قبل أن أذهب إلى أكثر من صفة واضحة هذي إذا لم تُعطى عدد الصفوف اللي هو جزء من المفتاح بالحقيقة جزء من المفتاح اللي هو عدد الصفوف اللي تستخدمه أنت لأن إذا تغير الصفوف يتغير السيناريو كله كله يتغير شباب فإذا لم يُعطى عدد الصفوف فأنت تأخذ اثنين أو مرات ينصب السؤال يقول لك يعني رايل فنس أبو صفين فتش يسوي إذا ينطيك لبلين تيكس يسوي هذا الجدول أبو صفين وإذا ينطيك لبلين تيكس تكتبه زيجزاج وما أخذ من نظر الاعتبار ما أخذ من نظر الاعتبار الشنو بس من تريد تقراك كصيفر تيكس تقرا صف ويز وتكتبه كابتال لتر الآن إذا بالعكس إذا ينطيك الصيفر تيكس وهو يريد من عندك البلين تيكس شا سوي تيجو تكتبه راوايز صف الأول بعدين نترس الصف الثاني وتاخذه من نظر الاعتبار شنو لسخن وبعدين من تريد تقرأ البلين تيكس تقراء زيجزاج وتكتبه سمون لتر فواضح شباب؟ وهذا سؤالي دكتور يعني ما يرغب من نحسب عدد الحروف حتى نقسمهن صفين مو بالضروري نحسب عدد الحروف يعني واحد إذا الصف تخزين يعني تريدين تستمرين بالصف شنو؟ لا تقم عليك يعني دكتور باو حسب ان انتهى الصف والأول بالواي ايه ماشي؟ شان عرفنا هو انتهى بالواي؟ معناته إحنا حسبنا عدد الحروف وقسمناهن الاثنين ها إذا انتهى الصيفر تيكس تخزين اي نعم اي نعم فهمت يعني الآن لا يجب أن نحسب عدد الحروف حتى نقسم نعم 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 أستاذ يعني حضرتك تراح مثلا تحددنا الأعمدة وإحنا نحن نصف لا صفوف أحددنا الصفوف حدد الصفوف مثلا تتوضح أكثر إلا تشوفون مثال آخر أكون زيك زاق أكثر من اثنين أستاذ لا مهو هذا السهال على هذا المثال مثلا إحنا لما توقفنا الحد الواي وبعدين بدينا نصف جديد مثلا هذه العدد الأعمدة حددتها إنا وإحنا توقفنا الحد الواي؟ مثل ما قالت مروا ، مثل ما قالت مروا مريم و قسمي مريم لأسدا ما يح呀 مريم بس�ellt تمةこうي مروا الذي يعني قلطت نعم نعم دكتور توقفنا الواي بصورة عام são Elvis عندي يعنى باوع الكلمة من جملة منef متكونة متكونة من شام حرك نحسب أحد ثلين ثلاث عشر 12arre 15 13 دكتور غيال office وهي 17 ونحن ده نترك لدي شعير فلا هادة نترك 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 19 19 20 21 22 22 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 25 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 26 26 26 27 27 28 25 25 25 27 27 27 28 28 29 29 30 25 25 25 25 26 27 27 28 28 28 29 29 30 28 28 29 29 29 30 30 30 30 31 32 34 34 35 35 هذا نكمل علي الجدول ونذهب بعض باتجاه اليمين ويضر ننزل مرتلوف هذه هي طريقة كتابة البلين تيكست حسا سايفر تيكش بشون انكتب حاولوا ان تتبعوا تستنتجون شون دا صير العملية انتبهوا انتو قروه انتو شوفوه ملاح احتياني يعني موجود الجواب قدامكم سايفر تيكش كلا نقراها صف صف نقراها صف ماشي يصير P A N Y U H T واضح O E A T T H اس طفا P A N X C B T A N S P A N Y C P A N S P A N T H P A N Y C C نرسم هذا الشكل الرباعي أو عدد في الجدول بأربع صفوف ونقشر فراغات أي أنه سعين نويب أو موجه المثلثية. ننزل قطري هالشكل ننزل قطري ننزل هالشكل قطري وبعدها نسعد وبعدها ننزل وبعدها ننزل وبعدها ننزل وبعدها ننزل وبعدها ننزل وهكلا. واضحة شباب. الشريط منعتكم اللي افتهم علي يسوي لي نفس السؤال بس على كي ثلاثة ويجزليها على الشات. نفس السؤال هذا بس مو كي أربعة يعني مو كي أربعة روز وإنما ثري روز يلا وانتظر منعدكم على ثري روز وليس فور روز وانتظر منعدكم إجابات عالشات يعني اثناني ثري روز وليس أربعة دكتور طينا وقت بس يعني حشيت بعض قيلت خلص الوقت نعم دكتور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 واضحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومثل اشتركوا في القناة 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 يعني هنا أخلي مكان هذا أخلي P بعدين ال-U بعدين ال-T ورد تشكوا space هذا عوف وما أخلي كبير شيء بعدين ال-T بعدين ال-H هذي لي وين أستمر هو أفتح أسحب الـ table إلى جهة اليمين حسب تغير رسالة أعتقد وابحة أستمر هنا أخلي P أخلي هنا P أخلي P أخليає تمام واحدين U plan put 낙لاح أخلي space لأنني عدية أُراد بإيو ومع具му أك導 ت بعدين A موسيقى أول شي هو ما يعرف عني كما فاتم سوي ثانياً ما يعرف الطريقة ثالثاً لحد أوخب هاي العملية يعني عدد الصوف أصلاً جزء من المفتاح ويعرفك هو زيجزاج بس تشم تشم وما يعرف الدكتور أهم نقطة يحسب عدد الحروف وياها الاسبايس حتى يعتمد على الأعمال صفحة في طريقة فسؤال عليها؟ طاضي يعني إذا إحنا من قلة الصوفوف نجد مراحة تزيد الأعمدة لا نقول إياس مهم معكم هذه يعني من نسبة إلي صفحة استمر بها إلى جهة اليمين مريم شو تقولي ما إسمعتمش؟ ماذا معك السؤال مريم؟ إذا قلة الصوفوف مراحة تزيد الأعمدة؟ هي طبعاً طبعاً نجد لا دكتور ما لها علاقة ما لها علاقة؟ لعد الحروف اللي عمالي سيتم لا حيصير فراغات سبابة وعليا يعني ليس اتعقدوها على نفسكم لا دكتور هنا هذا الشي اللي بسمته جوا واضح لكم لو مو واضح هذا واضح لو مو واضح واضح أستاذ وصلت لهنا وخلص شا سوي اذا وصلت لهنا وخلص الجدوى المالكي شا سوي اقل لك ايمن اقول له انسرت اقول له انسرت هذا مو مالورد هذا مو مالورد هذا مو مالورد هذا مرجع من البداية التابل اكبره دعا ملين داست colorpoint الورد السراعي العملية على عملي يعني اكبر اذا داحل ورقة وقلم شا سوي استمر اكبر اسحب الجدوى الى جهة اليمين حسنها شعك تبعنا كم المثال هنا قد ذات شنو عربي صار شكرا 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 واضحة تفتر واضحة تفتر واضحة تفتر واضحة تفتر واضحة تفتر اكبر الجدول الى جهة اليمين اقوى واضحة تفتر واضحة جدول الى جهة اليمين اقوى واضحة تفتر واضحة تفتر هنا يقشل اكبر ن ن ن ن ن كتبت وصلت 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 بالضبط إلى هنا حتى مخليتها وانا شوان نكتبها أسحبها للجدول إلى الجهة اليمين وطولها واستمر بالحال واضحة 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 هذه بالحقيقة طريقة الزيجزاق هي واحدة من غروب كل شي هو واحد يقدر يفكر بها انه هتا تكتب شي بنسق معين وتقرأ بنسق آخر ايش نخل نقول احنا كتبنا زيجزاق وقرأنا أفقية واحد يقول استاذ ليش ما تقرأ عموديها مصيب تقرأ عمودي تطلع غير سيستر غير تشفير مو طريق مسار بالضبط مو طريق مو رود مسار روت من عدة مو طريق مو طريق مو طريق مو طريق مو طريق مو طريق طريق مو طريق تكتب في نسق وتقرأ في نسق آخر. The root cipher is a transposition cipher where the key is which root to follow when reading the cipher text from the block created with the plain text. The root هو المسار اللي احنمشي بيه. هناك أربع لقات محددلكم إياها هاني. نقطة الأولى. The plain text is written as a grid of a particular size. شنو grid؟ شبكة. Grid شبكة مصفوفة يعني. Plain text is written as a grid of a particular size. مصفوفة المفوضة التي تعرفها. شون قبل شوية كتبنا عدد الصفور. المفوضة التي تعرفها. Size monthly grid أو size monthly مصفوفة يعني. 4x4. 5x6. 7x8. اللي هو شنو الرقم الأول. من تقول grade 7x8. يعني شنو معناته؟ يعني عدد الصفور 7 وعدد الأعمدة 8. تعرفوا الولاء من نقول grade أو مصفوفة 2x5. يعني شنو عدد الصفور 2 وعدد الأعمدة 5. مصفوفة 6x4. شنو يعني. يعني عدد الصفور 6 وعدد الأعمدة 4. أول خطوة. The plain text is written as a grid of a particular size. أو بحجم معين. تعرفها. The plain text. نكتبه. The size. على grid. قياسها معلوم. المقرق من الثنين. Then read off using a pre-determined pattern. بعدين لح نقرأ بتحديد مسار معين. Pre-determined يعني محدد سابقا نسميه root. الطريق. Root أو الطريق. This pattern is the key used in the root cipher. هذا pattern أو هذا الroot أو هذا الشكل هو المفتاح اللي ما يعرف الشخص التالي. The size of the grid is also passed with the key. وكذلك إنه المقياس أو الحجم ما اللي قريد يجب أن يكون شخص المعني اللي يستلم رسالة يعرفها. مثل إيش. Some examples of roots. بعض أمثلة المسارات. مثلا. Spiral inwards. Counterclockwise. From top right. هاي واحدة من الطرق. يعني شنو. Spiral شنو مع أنت بالعربي. على زوني. Inwards. للداخل. Counterclockwise. شنو counterclockwise. عكس مسألة أقارب الساعة. From top right. من الجهة العليا اليمنى. Zigzag up and down. هذا النذر روت. Spiral inward. Clockwise. From bottom left. Spiral. أم حلزوني. بس inward. وباتجاه أقارب الساعة. From bottom left. يعني من الجهة السفلة اليسرى. Spiral inward. Counterclockwise. From top left. Etcetera. Etcetera. هادي أشكال وأنواع المسارات اللي ممكن واحد يخليحها. الشغلة مو كلش واب حاكيد. أنا داعكم. أنا سادح تشيت لهذا الكلام. وأنا المتكلم إذا أقرأ مرة واحدة يقول هاي شنو. هاي شكوش زيحش هذا. منابتم. مش ديسوي هذا. إذا مو مثال. نفهم بيه خطوات الإنكريبشن والإنكريبشن بضبط. ماذا الإنكريبشن. إيش لعن نسوي. The steps for encryption are as follows. أول شي. Choose a block size properly for the message. يعني هذي نرجع السؤالكم اللي حيتوا علي قبل شوي. Block size من المسج لازم إلا علاقة بالقريد من المسج إلا علاقة بطول المسج. يعني إذا المسج طويلة يرادلها grid بها خلايا هواية. مثلا ميسج معتك بتكونه من 28 حرف بتكونه من 28 حرف you may want to use 5 في 6 بلوك 5 في 6 جهة تطيق 30 بتعدك 28 حرف وفد ميسج with your desired route place your message in the block with desired route بعدين decryption you need to know the chosen route chosen يجب ان تعرف ما هو المسار اللي يطيقيا بالسؤال او اللي متفق عليه مع الجهة الشخص الثاني and either the length or width of the block وكذلك العرض والطول من the grid build a block that size and place jumble takes into the box block and route specifies the key اذا هي الشغلة هالي السلايدي الاول الاني كتبنا بس انا منتوقع مدى يعني وصول الفكرة لكم ضعيفة بدون مثال ضعيفة بدون مثال خلينا نطبق وناخد مثال حقيقي encrypt example شوين الشباب انتبهوا يا زين ترى هاي مادة صعبة شوية يرادلها صفلة يرادلها دقة يرادلها عدم استعجال وحتى خطيئة دكتور بصعبة سوي لكم لها بالألوان هنا شوان اسهم والوان تخيلوا عن شوان سواها هو الرجل مشكور example encrypt the message the battle of lepanto happened in 1571 1571 1571 معركة lepanto حدثت عام 1571 71 using a root transposition cipher key شن هو الكي spiral inward اذا هو حلزوني للداخل عكس عقارب الساعة ابتداء من الجهة العليا اليسرى سعيد اول شي سنجي نحسب الكلمات شم حرف عدي قل نحسبها حسبولي ياها انتو شقد هذي الذي ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش اثنعت تلتعش اربعة اشتاعة اربعة ستعة ستعة سبعة ساعة ساتعة اشترين واحد واحد وعشرين ٢٢ ٢٢ ٢٤ ٢٤ ٢٥ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٢ ٢٠ حيلا لها تخطيق دكتور مساهد الدول الأمثلة التي اختارها منها قضيلها 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 42, 49, 49, 50, 53 53 حرف المسيج معناتنا من تكونه من 53 حرف فهو او احنا اختارينا و هذا بالكيف هو جزء من المفتاح هذا ال tää جزء 7 في 8 و 56 اي ايا شبر ألو نعم اخوات التالف على هذا بالنا يمن المشروع اللي دلوه من عندنا الخميس واحنا ما مكمله على العموم بس هاي الاختياري اول شي حسبت عدد الحروب في المسيجية والاسبئيس وبعدين اختاريت grade size اللي ما لحد اوخك بيه اقول لك خلا مودي الحلول كل نمواجيه عدي قال انطيك يا جوس فالسبعة في ثمانية ستة وخمسين على حاج يش يسوي يكون عندي سبع صفوف سبع صفوف وثمان اعمدة اسو بصفوفة اسو بصفوفة من سبع صفوف وثمان اعمدة وابدي اعبي بيها المسج معتي شوان لها اعبيها بشكل تلقائي مثل ما انا عرفة اللي هو رو بايرو ابتدأ من الجهة العليا اليسرى هذا الستندر ما لها علاقة بالمفتاح فصار عدي the battle battle off l the 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 هذا السهم هذا تحرك السهم أصعد باع باع ليش قال جزلت لنا سبايرل 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 السهم ما تدع حركه شوفوا تحركه سبايرل السهم الأسود سبايرل حلزوني إلى آن أوصل هنا ها شفكرة شباب هذي هاكو لعبة لعبية لو لا لعبة من تشنجها على أيامنا على أيامكم بعد ما عدكم هاي الألعاب من تشنج شباب ألعبنا بسيطة عبارة عن يعني لودو هاي الحية والدرج لو لو هاي شنسمي دوائر لو طمان تختفت لو سباعدين صارت منوفولي لو ماستر ماين سعمين بها لنيرلعاب الجيمز اللي هي هارد يعني مو صوف جيمز مو بالموبائل كانت ماستر ماين لو منوفولي سعمين بها لا دفتور أوقات هاي حديثات هاي أولادنا لعبوه بس على أيامنا لا عنهم هسا شو إلا حقرأ سايفر تيكس لحقرأ سايفر تيكس فلوين يترتب أنتي تبه واجباتك كل شي هناك بعض الطلبة خطيئة تعبونا لأقرب الواجبات ليس بس هي أخرين همين ليس بريم بالدار لا أرى هناك تعب وجهد وجهد تشكرون علي درجات تشكرون ونقلها نصرا ما يعرف ما يعرف ما يعرف ما يعرف ما يعرف مجرد ينقل حتى على خطأ ينقل على الخطأ ما إذا زميله خطأ أنا أم يخطأ مثلا على العموم بس نفس الوقت حلم خربط يعني حلم خربط ولا شي لا ما داقول علي أشاني داقول أنت تعبين تعبين نفسك بس يراد ترتيب أكثر مطول مرات أشوف الحلول ما تش كل مطول كل مطول أظل بيها شرح يطر كل الحل أي مو بس أنت مو بس أنت بكت نعم ومو أنت قاس من من جهد لا أبد بس هو صورة عام مداعش وتوجيه لكل الطلبة الحل المرتب خاصة بهاي المادة مالتنا كل مطلوب الحل المرتب خاصة بهاي المادة مالتنا كل مطلوب بس نعم نقرأ Cypher Text نبدأ من الأعلى بعد أن حددنا هذه الأسهم وأمشي Spiral Inward Counter Clockwise مبتداء من هذه يمكن واحد إذا يبدأ من غير الشكل اللي يصير مو إذا واحد يبدأ من Top Right أو Bottom Right أو Bottom Left أو مو Clockwise مو Counter Clockwise Clockwise تلاحظون إذا تكون حركات وكل واحد يفكر البيئة كل واحد تضطيق Cypher Text تختلف كل واحد تضطيق Cypher Text تختلف عن الثانية إذا موحد ما يعرف المفتاح ما يحصل المسيجة الرئيسية فالشل حيستر عندي Cypher Text T L P P N Y بعدين Space بعدين O N E XX ثلاثة مرات X XX X العفو بعدين T E I A E T إلى آخر هي استمر يا نفس الجملة أكتب آخر حرف هو I الصعوبة هنا هو وراء ما تحصل هاي المصفوفة وأنصرحكم لسهوها صغيرة يعني هاي المصفوفة لا تسوي كلش نعمة وتشبير عن مدعيونك لا تسورب وتخطئ وتتحاشك عندك الحروح يعني لا تحاول نسوي كلش صغيرة المصفوفة مزيئ واضحة 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 تفتر مزيئ هاي واحدة من الأمثلة ممكن واحد يقول أنا أبدأ من الجهة العليا اليسرى أتحرك بمسار حلزوني للداخل باتجاه عكس أقارب الساعة أكو طريق آخر هنا أنا شوية غيرت الفكرة بهذا السؤال decrypt the ciphertext بش ناطيني يسوي ناطيني ciphertext decrypt the ciphertext اللي هي هذي كل يفت اللي أيضا الحرج أحسب ها الغريت سايز اللي تلائم هذي ناطيني ها خمسة في ثمانية بما أنه ناطيني هنا ciphertext فأني لحبدي مو أعبي plaintext لحب ciphertext باتجاه الطريق اللي هو نطاني يعني شون كأنه هنا كأنه نطاني هذي وعبيت هاني هالشكل عملية معاكسة هذا السؤال زيجزاغ up and down starting from the top right هذا top right أعلى أيمن زيجزاغ يعني أصعد وأنزل أصعد وأنزل فأم أتش تي أم آر آي أو ت ت أ أم باتجان 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 ر أ باتجان 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 R, W, E إلى آخره يكملها كلها حسة هذه انطاني سايفر تيكست شو لحق رسل البلين تيكست أرجع مثل ما كانت أرجع شون أقرأ أقرأ رو وايز الشكل والشي يصير يصير The enemy, when, when, the, the enemy, when, their battle, battles جمع from the air العدو ربح المعركة معاركة من الجو قوة الجوية عند قوية The enemy, when, their battles from the air هذه هي نفسها المصروة بالحقيقة هي نفسها المصروة بسيطة قرأتها صف ورا صف هنا رقد واحد يقول أستاذ هنانا شو قدت من بين ورا الآي اكتو سبيس نعم يمحوظ اكتو سبيس يعني تتوضح أكثر مجردان ما يعني تتوضح أكثر المصروة ورا لا يوجد توضح أكثر مجردان واضحة طيب السادة واحد يقول زيجزاق زيجزاق موتو اوبرايك مننا طوب ليفت مننا هذا يجح الشكل أفان داون مننا وذا مننا يجح الشكل وهكذا طرق مختلفة واشكال مختلفة أكثر أكثر سؤال لديها واضحة دكتور بس هاي وضحها بالسؤال نعم، هذا يمكنني أن تتبهت على هذا المفروض أن هناك هذا هو مكان واحد يعني أن تقدرها خاصة بورقة الأسئلة يعني ورقة الأسئلة خاصة بورقة الأسئلة، لحيكون عندنا مكان واحد الفراغ بين حرف وآخر من حرف وآخر، مثلا بيد الأي و الأف، يشوفهم في مسافة قليلة إلا ما بين الأي و الأي أكو أكثر زين أستاذ، ما هو الفرق بين هذه المصفوفة على الجهة اليسر أو على اليمين؟ كل فرق ماكو بدي كل فرق ماكو، الفرق هو طريقة قراءة السيفر تيكس والبلين تيكس كل فرق ماكو، حتى السؤال القابلة حتى السؤال القابلة، شنو الفرق بين هاي المصف وإذا أشيل الألوان؟ إذا أشيل الألوان، شنو الفرق بين هاي و هاي؟ ماكو فرق، ماكو فرق، ماكو فرق، بس والفرق شنو، الفرق وإحنا كتبناها بلين تيكس ومشينا على الروت معين حصلنا السيفر تيكس ـ أوكي نفس الشي هذا، ماكو اي فرق، هي نفس المصفقة بس الفرق وإنه، إنه، معنى، نلطونا السيفر تيكس كثب طالعنا بلين تيكس، وها ما سؤال القبلها بالعاكس، نلطونا البلين تيكس طالع من عندّة السيفر تيكس العفو دكتور نعم بس ليش من مشينا تركنا عموديا بالبداية بقية ما تركنا عموديا شنو ما تركنا كل شي من مشينا من نانا اي دكتور شوف من صعدنا بالسهم عموديا تركنا ما تركنا كل شي مشينا هالشكل وصعدنا هالشكل هاي دكتور باوع عموديا تركنا الار باقي ما تركنا كل شي بالتأم باي علي من نانا الام نزلنا لي جوه نعم. نعم. بعدين مترك لسعدنا لي فوق. لا دكتورة سعمودي ينراها. م اتش تي ام ار اي او تي تي اي. شوان عمودي متركة كل شي. لا استاذ. يعني يعني لا امشي على المصفوفة. لا امشي على المصفوفة. كولوم وايز اف ان داون. استاذ. على اسهم تقصد السهم يعني عبر على العمود الساعد. يعني لا يتخلي السهم بالنص مريم. وحييأثر اساعد هذا السهم اذا اجيبه الاحمر هنا انا اذا اقدر اشكوه. ما يباين. اي باعه ما اقدر اسويه. هذا السهم الاحمر متركنا بديه كانوا خليه بالنص تخيليه بالنص. اهه دكتوري. اي تخيليه بالنص. بس مننا خليه بالنص الحروب بعد ما تكدون انتقروها. اكتمنتوها الو لا. يعني اذا خليه هنا ناس هذا السهم الاحمر. على 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 منتصف العمود. وهذا الطريق اللي حمشي بيه. الماوس داع الشرع باعه. هذا الطريق. هذا الطريق. هذا الطريق. هذا الطريق. ما تركنا كل شي. اهه. داع الشرع الثاني بداية. الان اوصل اخر شي تي. لا استاذ. هو ورا الار. ورا الار مو يجي اي. اخر شي ار. ورا الار اي اكو هنا. ورا الار اي اكو اي. اي اي. اي اي. فهي هذه القصيد. القصيد انه هاي مني من هذا الخط بين الار والار. ليش ما صعد بيه السهم. وهذا القصيد. ليش ما صعد بيه السهم. بتي. علي هذا الصف. هذا العمود مشينا به للاسفل. اي. بعدين العمود اللي بصفة. صعدنا به لي فوم. بعدين العمود اللي بصفة. نزلنا به لي جو. كل عمود ما تركنا يعني مشينا عمود عمود مصعبة هي مصعبة بس واني عرفت قصد ماروا يعني هو بأن هذا عندنا أول عموديين هاي بالبداية هذه الأسهم ما عليكم منعد هذه سويا بخط خفيف أخليها بنمص أحسن يمكن واضحة؟ واضحة يا واضحة ونفس الشي اللي قبلها هذه اللي قبلها نفس الشي هذه الصحيح أنه أمشي هالشكل باعوا هذا السؤال القبلة خط خفيف والشكل شو عنده أمشي منتصف هاي الخلايك دع تحرك عليها الماوس مانتي دع شوفوه الماوس دع حركه هذا بعشون دع تحرك آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ هذا سبايرل بينما الورا ليس سبايرل عبارة عن زيك زاك داون بس يحد تقول لي ساديش مو أب ونك أبنا واضح؟ واضح؟ وانا اذا بديت مننا 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 عبدالع صعد للأعلى تمام؟ وهاكلا المفتاح هنا هو عبارة عن الطريق لهذا يسمونه روت سايفر روت يعني مسار طريق مسار او طريق هي طريقة لي تبديل مواقع سهاي الكلمة هاي الحروف هي نفس هاي الحروف ما بدل ولا جبنا هي حرف اخر بس نكتبها بنسق معين نقرأها بنسق اخر نكتبها بنسق معين نقرأها بنسق اخر نقرأها بنسق اخر واضحة اكو طلاب اتوقع نايمين عندي لانه اثنين ثلاثة بس ويايا بس اثنين ثلاثة ويايا اكو نايمين يمكن ها؟ وياك ديطار ما نايمين بس يعني هو سهل ما يحتاج وياك ديطار عايشة ما تسأله وياك ديطار بس ما شاء الله عليها درجات ها؟ حتى انا عجبني بعض الطلاب لاحب لا اقرأ بالحلول والواجبات بانتكم ترتيب مرتب يعني ترتيب يعني مو بس واجب مو بس واجب اكو بعض الطلاب اسقات فرض يلا هذا هو زوينا الواجب بس اكو لا اكو يرتبون الحال ويعتنون بس تنساخه وجدا واضح ومرتب بعض الطلاب ديخلي نسخة من الهومورك نفسه يعني بيه الواجب وقل خاف الاستاذ ناسي واضح وقعد مجموعة طلبة بسلمين متاخرين الكلاس قلي عليهم وقل ما مسلمين لحد الان كل واحد يعرف نفسه كل واحد يعرف نفسه كل واحد يعرف نفسه لحد الان عندنا سؤال ونروح الى سؤال آخر سؤال آخر نفسه 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 وفقد تجي شو سوى سأتبوا علي مرتلق لمفته واذا خمسة في خمسة خمس صفوف وخمس أعمدة واجي اكتب اللي هو اللي هو بعدين فراغ بعدين شل بعدين فراغ نذر فراغ سرندر فراغ تخلي الى تخلي الى تخلي الى هذا هو هاي المصروفة اللي هي تخص اللي بلين تكتب ما سوى بعدين أنا انصحكم شو سوون لا تستخدموا هذي بمانا اذا حتحلون اذا اتحانكم انتم حضوري مناسبة للاتصالة اتحان النهاية حضوري مالتكم فمن اتحيل شو سوى تخلي فتقلم رصاص خفيف يعني اكتب هاي الحروف طوخ اكتبه حروف طوخ ومن تجي تخلي المسار تخليه بقلم رصاص خفيف بالوسط شنوى المسار المسار سبايرل حلزوني في اتجاه عقارب الساعة من الجه العليا اليمنى يعني منا عقارب الساعة هالشكل يمشي يمشي هذا السهم الاحمر وخاله نادر بصعب ويتحرك ها ها يجي يقعون هذا الياقص داع عني يتحرك وهذا الحقيقة وهذا السهم بصمنا حقلي فوق العليا تخربط عليك وبعض بش يفوض الحروف واضح؟ بصعه ها اشرة بعض بايده بالماوس امشي هאלشكل بعدين هélشكل بعدين هال أعلى بعدين هالشكل بعدين أعلى هو شبناه جايب للنص بعدين هالشكل بعدين أعلى بعدين هالشكل وانتيب Architect بس او ابحظ شباب شو لحظة لحكون عندي Cypher Text H N بعدين فراغ بعدين E بعدين X R E D N S E A W E بعدين فراغ بعدين S بعدين فراغ بعدين R R R كيف مرات R بعدين U V L L E هذا هو Cypher Text واضحة واضحة ناخد مثال اخر انه انا انطيك Cypher Text اقول لك طعلي part and take the date and take the place واضحة انت نفس العملية تفرق هتا تمشي اول بس انطيك Cypher Text وانطيك المسار فنة الصباح نفس القصبات هذه automatic message بالعشرة لمنون الغيار العشرة لمنون الغيار على العمور المسج المسج 5 في 4 فأدي خمس صفوف هنا أنا خمس صفوف وهو خمس صفوف وأربع أعمدة أجي المسار هو سبايرل للداخل كاونتر كلوك وايز تداء من الجهة السفلة اليسرى هذه السفلة اليسرى هذه السفلة اليسرى تداء مننا أبدأ أصفط الحروب معتي E D X X لنطينيها بالسؤال بعدين T S وهذه دابل سبيس مثل مرادها مرتضة أنه تتوضح أنه سبيس واحد أو ثمين مغلوط شوف فراغ أكثر يعني شوفوا سهذا الفراغ عيونك ده شوفوا مننا اللي هنا هو أكثر من منها اللي هنا مزيح دابل سبيس بعدين E بعدين H بعدين T بعدين W بعدين I بعدين T بعدين A بعدين R بعدين سبيس بعدين R بعدين A بعدين S واضح هذا هو Spiral Inward Counter Clockwise و جداء من الجهة السفلة اليسرى جداء من الجهة السفلة اليسرى هسا شون هنطلع للفلين تيكس شنسوي شون نقرأ نقرأ Raw wise وشي يصير The War The War Is Started وهاي الأكسات الأخيرة هي تكمنة جملة بدأت الحرب لا سامح الله شوفوا الجمل اللي بختارها مختارية كلها من كتب تخص الحروب والمعارك والاستسلام وكأننا في معركة تفتغلين هم التشفيقي يستخدموا أكثر شيء بالحروب يعني بيتشي شغلات مهم يعني والله مرتضى سابقاً هسا لا هسا لا فالشفيدي يستخدم مو فقط بالحروب وإنما يستخدم أيضاً بالأمور اللي تخص البانكينج والكوميرشال وتجار الإغراض تجارية هم كذلك هسا شلع نسوي هسا قبل ما ننهي محاضرتنا ما اليوم هنحل سواء أنتوا هتحلون تزولي على تشات سؤال أنا رحطيكم إياه لحكتبه هنا على ما نشوفوه لحكتبه بتشات ولا دقيقة مو أني لحلغي ؟ تتجو من هنا تجو من هناLAH حكتبها Agreed تتجو من هناLAH حكتبها Agreed لانتقوم بلين تكس لانتقوم بلين تكس شنه يهل البلين تكست؟ شنو اللبين تكست؟ ها؟ هي الكيبورد ما حاسفتي كيبورد ما حاسفك دائماً هاي يسوي لي مشاكل الآي اللي هو لم سوية من الاثمانية هم يعني تعبان، من هدوسة ما يم والله تعبت، حاسباتنا هم تعبت إن ورد تعليم مهالتكم سمبل هاي هنا غلط هاي الآي هنا دكتور مصفوفة أموش قيت هاي سباقي، لا تستعجيل الإجزام كانت جداً حاسبولي عدد الحروف، فلنتفق على المصفوفة حاسبولي عدد الحروف دكتور 24 24 ويا الاسبايس 24 منو قال الاسبايس، بعدها الاسبايس ناخذها 24 ويا الاسبايس لو بدون الاسبايس ويا الاسبايس 24 ويا الاسبايس 24 فأريد المصفوفة خمسة في خمسة كريد سايز كريد سايز خمسة في خمسة يلا اشتغلوا دكتور شون يستغل، يعني الطابقة شنوها؟ ها، أطيقكم المفتاح نعم، المفتاح المفتاح هو نختار مثلاً الـ key Spiral inward clockwise from from top right Okay, spiral inward, clockwise from top right.